تكمل نقطة المتخب الأولمبي ومعنا واحد من النجوم المتخب الأولمبي ما شاء الله صخرة في الدفاع أسامة جلال هاتي لك يا أسامة أنا من معجبين بي ما شاء الله يعني في البداية ألف مبروك على الأداء وعلى البطولة أداء ما شاء الله رائع وثابت خلال مشوار البطولة كلها يا أسامة الحمد لله ومساعد الزمالي وجود الجماهير فرع معنا كتير جدا الله وإحنا بنتكلم بقى عن التأهيل النفسي عايزك تكلمني عن دون الكابتن شاوي غريب دايما كان يعني في محاضراته دايما بين آآ الشوطين دايما كان بيتكلم على الحتة النفسية معاك يا أسامة طبعا كان شاوي من قبل البطولة بيكلمنا في حتة إن الناس مثل إنها مننا كتير آآ إن احنا لازم نكون عند حص نظام للناس آآ الناس عايزة تفرح فكان بيأوان علينا لأ إحنا منطقة بمصر إحنا على طول منطقة سرقة بطن فما تنزلش خاف إنه حد وإنت مثلا عندك طموح إن أنت تحترف وكده فإنت لازم تثبت ده قدام الناس وتثبت للعيبة اللي أنت بتلعيبها اللي هم مختلفين إن أنت أحفظ بس فالراجل يعني كان بيشيد بينه ومزينا ثقاتنا في مفتنطه للوقت وده المحص حضور الجماهير فرق معاكو يعني كان ليه دافع وبفهول السحر معاكو إنتو موجودين في المباريات خاصة إن أول مباراة أمام مالي ما كانش فيه قبل جماهير كبير بدأ من منتخب غانا المباراة التانية ما شاء الله لنهاية البطولة فيها عدد كبيرة جدا في السادة القاهرة واجبت إن الجمهور في مصر يعني عارف إمتى عارف إمتى يشجع وإمتى يقعد ساكت الناس لقيت إن فيه فيه لعيبة عايزة تامل حاجة لنفسها وعايزة تامل حاجة لبلدها والموضوع ده تحس إن أول ماتش حسرة والأداء ما كانش مية في المية بس الروح كانت مية في المية فالناس بدأت تيجي من تاني ماتش وده تعدنا بنسبة كبيرة جدا إنت ماتش غانا الماتش بيروح منك مرتين وبترجع وصوت الناس اللي عملت بتشجع وبتقول يا رب وما عادتش طول الوقت طبعا فرق مع مية في المية عجبتني أول روح وعجبت جماهير مصر كلها وأسنت على المنتخب الإولمبي على الروح الموجودة خاصة ما بين اللاعبين كلمنا عن الروح دي خاصة كان لها مفعول السحر إن المنتخب الإولمبي يحسن بطولة أفريقا تحت 20 سنة طبعاً أكثر الروح دي كانت أول حاجة يعني قبل الكرة طبعاً لأن إحنا أصلاً عضمن بعض من زمان منتخب الشباب معظم المجموعة دي كانت موجودة من زمان آآ معسكرات كتير أول عملنا معسكرات كتير أول معكات الشهر غريب من شهر الثلاثة ألفلوه وطمانتاشر كويس على طول كل ما اسعيم سنة من المجموعة اللي موجودة جاءت كل المعسكرات آآ فخلاص ده يعتبر بقينا المجموعة ده أكثر مضموعة أعلينا آآ آآ أنا لما بخاف على زميني اللي جنبي هتلاقي الفرقة كلها فرقة كويس تمام آآ رمضان صبحي عايزة كامعة رمضان صبحي خاصة أنه كان يعني قاعد منتخب مصر كان دائماً بتجمعك ويعني روح جميلة من رمضان صبحي وكل اللاعبين وكان دائماً بيظهر على السوشيال ميديا وهو بيجمع اللعبة وكلكم بتتكلمه وكلكم ملتفين قبل المرايطة يا أوسان طبعاً كابتن رمضان لعيب كبير طبعاً وراجل احتاك كتير جداً دور إنجليزي ومع النابل آهلي وكاللعب كاس عالم مع منتخب مصر وطورة أفريقيا فراجل احتاك وعارف إمتى بيقول إيه وبيتكلم إزاي ويشد اللعيبة إمتى راجل كابتن فرق بجد فعلاً وفرق معنا وأنا لما لقي واحد نجم زي رمضان كان لعيب لعيب بيمة رمضان وبيهين نفسه في المرعب فأنا برضو لازم أعمل كده طبعاً موضان ده فرق معنا جداً وكابتن مثلاً إمتى لو كابتن شاوه يشادل على اللعيبة هو يكلمهم بالراحة إمتى لو لو لقى اللعيب مثلاً فاكك أو بيبعد لأ هو يدخله تاني لأ حاجة مضطرمة الصلاة رفعتوا ساقف الطموحات الجماهير كلها بعد الأداء وبعد الفوز بالبطولة الجماهير مستنية منه كتير جداً خاصة في الأولمبياد قالت إن شاء الله المنتخب الأولمبي قادر إنه يعني يحقق بمداليا في أولمبياد طوكي أول حاجة إن إحنا عندنا أصلاً الطموح ده إن إحنا لأ إحنا عندنا كتير جداً اللعيبة نفسها كل واحد عارف إنه هو لأ أنا مكاني ده ربع الساعة الأحسن وكده فأول حاجة كل واحد بيشغل على نفسه إنه هو يكون أحسن العيب في الملعب آآ كل واحد وكل واحد طرام عمل كده هتبقى بفرقة كلها كويس آآ بطولة أفريقيا كانت بالنسبة لنا خطوة إن إحنا طبعاً الأولمبياد وإحنا مش راحين الأولمبياد من أنا بلاحظاتك من دلوقتي مش راحينها كدف شرف أو كده تمام راحين نعمل حاجة إن شاء الله في الأولمبياد بمداليا بإذن الله إن شاء الله يا أسامة يعني أنتوا قادرين زي ما فرحت الشعب المصري كله هنا وأخدتوا بطولة أفريقيا تحت 20 سنة إن شاء الله قادرين تحققوا مداليا كمان وتسطروا تاريخ لأنفسكم ومنتخب مصر الأولمبيو أسامة جلال مدافع منتخب مصر الأولمبي شكراً جزيلاً لك دكتور إبراهيم أعرف أنت أسامة جلال من المدافعين المميزين ماشاء الله أجاد ماشاء الله